السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في قناتنا الأستاذ لايف في هذا الفيديو سنتكلم عن رضو الفعل العربية حول العملية التي قام بها الجيش المغربي في المعبر الحدود القرقارات حيث قام بتأمينه من قطع الطرق الميليشيات التابعة للبوليزاريو التي قامت بقطع هذا الطريق الرابط بين المغرب وموريطانيا لمدة أكثر من ثلاث أسابيع إذن من طبيعة الحال بالنسبة للدول العربية يعني الأغلبية إيدوا هذه العملية التي قام بها الجيش المغربي والتي بينهم الإمارات القطر الأردن اليمن الساعد كذلك عمان الكويت والبحرين السعودية فيما يعني بقات موريطانيا التازمة الحياد ولو إن في الحقيقة هذا الموقف هذا يعني 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 غير مقبول في الحقيقة نظرا لأنها أيضا كانت متضررة من هذا التوقيف ديال هذا المعبر الحدودي المهم ثم كذلك بالنسبة للجزائر للأسف الشديد استنكار لما حدث في المعبر الحدودي القرقارات ودعت إلى ضبط النفس إلى أخيره لماذا ضبط النفس؟ البوليزاريو قالت بأنه إلى دخلت القوات المغربية للأسف الشديد فمعناها هذا يعني وقف إطلاق النار ولماذا هي دخلت لهذه المنزوعات السلاح؟ لا هي من حقها الدخول والمغرب ما يدخلش إذن المغرب أعطاها مدة طويلة وهو يعني منتضم الدولي كيشوف وكيشاهد بأنهم كي يسرقوا الشاحنات محملة بالبضائع إلى آخره فما كان عليه إلا أنه يدخل باش يبسط للأمن فهذا المعبر هذا الحيوي الرابط ما بين موريطانيا والمغرب موسيقى